اشتركوا في القناة حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا واكد سموه ان مسيرة العمل الوطني بقيادة جلالة الملك المعظم ايده الله مستمرة بعزم متصاعد لتحقيق المنجزات الوطنية وسيظل ميثاق العمل الوطني هو الاساس الذي تستمد منه هذه المسيرة نهجها فهو المظلة الجامعة لكافة الجهود الوطنية ومبادئه تقود دوما نحو مزيد من العمل من اجل الوطن والمواطن وقال سموه مستمرون في تحقيق محددات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهدفة لتعزيز التنافسية والعدالة والاستدامة عبر عدد من المبادرات الحكومية لمواصلة الجهود لتحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية واشار سموه الى همية تبادل الرؤى والافكار مؤكدا بان ما مر به العالم من ظروف استثنائية وما شهدناه من تأثيراتها على كافة الاسعدة تتطلب من اليوم صياغة خطط تستجيب للتحديات وتجشين برامج جديدة واستثنائية تلبي متطلبات مختلف المراحل ووجه سموه حفظه الله لمواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية الوعدة ذات الاولوية من خلال العمل على تعزيزها وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في تنمية كل قطاع من هذه القطاعات المؤمل منها رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتوفير الفرص للمواطنين لافتا سموه بان المرحلة المقبلة يجب ان يكون الهدف الاسمى فيها امام الجميع هو ريادة مملكة البحرين في شتى المجالات والبناء على ما تحقق على هذا الصعيد بروح الفريق الواحد وصولا لانجازات اكبر واشمل ولا نقبل للبحرين الا ان تكون دائما في المركز الاول واكد سموه على همية مواصلة الابتكار لتحسين كفاءة وجودة الخدمة الحكومية وفق افضل المعايير وان يكون رضا المواطن عن هذه الخدمة هو مقياس نجاح برامج التطوير ووجه سموه لمواصلة التجاوب السريع والمخلص في خدمة ابناء الوطن والمقيمين وفق اجراءات بسيطة وشفافة وبعيدة عن البيروقراطية لافتا سموه الى ان المحاسبة والمسؤولية مبادئ يرتكز عليها العمل الحكومي لصون المال العام وتعزيز الممارسات الصحيحة للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها بما يحقق الاهداف المرجوة وكلف سموه عضاء مجلس الوزراء بان تكون تطلعات المواطنين دوما اولويات عملهم في المرحلة القادمة مؤكدا سموه الحرص على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية والقطاع الخاصة حيث ان هذه الشراكة جزءا اصيلا في مرتكزات فريق البحرين القائمة على مشاركة الجميع في صنع حاضر ومستقبل الوطن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر